شرطي أنه كين أمراض اللي كتقدر تعطيها تحتيب السوائل في الجسم تماما تماما دونك وكين الحالات اللي هي مرادية واللي هي اللي خصنا نتخلعوا منها أو نخافوا منها الحالة المرادية بحال مثلا لنسفزنس فينوس مشكل دوالي يقدر يعطيها الودمة مشكل لافليبيت تعطيها الودمة مشكل القلب كالتي تكون عنده فاشل دي القلب يعني لنسفزنس كاردياك ويقدر يعطيها الانتفاخ وهذا الانتفاخ تكون بسرعة ده بتتقول لك في يومين ثلثي يام رجلي تنفخه بزاف وقتحه بزاف أغسى تفكر في مشكل القلب تفكر في مشكل الكلي تفكر في مشكل كابيد ساوي قدر يعطي مشكل لا تغويد الغداء الدرقية يعني أن الواحد من يكي تنفخ في رجليه بزاف بواحد سرعة أنه يتزاد فيه واحد جوجه لك لتا كيلو في خلال واحد للمدة قصيرة بلا ما يبدل نماط الأكل دياله أو العيش دياله فخصوه ولا بدا ما يعرض رأسه عند الطبيب باش يشوف ما يقولش لهذه غير حالة عابرة وغادي تمشي وكيف والو خص دائما استشارة بي لأنه تقدر تكون حالة مرضية المرأة الحامل المرأة الحامل تقوله رأى عادي أنه رجليه كيتنفخه ديالك شي ولكن يلا تزاد على الحد دياله وكتر في الزاف ولا بدا ما أخصها استشارة على قبل تقدر تكون عنده علاقة مع التوكسيميك غافيديك لك شي علاش المرأة الحامل من يكيتنفخه لها يديه أو رجليه أو وجهه كيتنفخه دائما خصت تقلب التنسيون دياله وما تخفلش على رأسه تمشي عند الطبيب ديال الحي دياله أو الفارماسي ميخصت تاخد التنسيون دياله راه مسألة مهمة ومهمة في الزاف فكي الحالات اللي هي طبيعية ولكي الحالات اللي هي مرادية دكتوري لسمحتي هاد الحالات المرادية اللي تكلمتي عليها واللي كي يقدو يعاني من احتباس سوائل في الجسم أكيد على أنهم تكون عندهم تتبع طبيع لحسب المراد اللي هما تعانيوا منه سواء السكري ولا أمراض الكيلية ولا أمراض القلب يعني ضروري أنهم يبقوا متبعين عن طبيب ديالهم ويلاق حصوا أنه عندهم داك الانتفاخ يرجعوا عن طبيب ويشوفوا أنه كين احتياطات معينة كاتخاذ طبيعة الحال الخصومي إذا شفوا أن هذا الانتفاخ زاد على حدو أو ما كانش عندهم دبا هو في مراد القلب وما عندوش وتزاد عليه هادك المشكلة لالانتفاخ يرجيب واحد السرعة خصوا لابدا ما يرجع عن طبيب ديال القلب دياله أو عند طبيب ديال الكيلية لكي يمتبع عند الكيلية إلى آخر كهين حالة مرادية اللي خصنا تخوفوا منا هدي ما كانش أنه كل واحد تنفخ شي شوية بسبب صافر أو غلاس أو حرار أو هادك غادي تخيل أسباب طبيعية ما نخافوش منا كين واحد المسألة وحد آخر الناس مني كي بدو يتنفخوك ياخدوا بعض الأدوية لديوغيتيك اللي هما صعاب واللي هما ما عندهم حتى منفعة وعندهم تأثير بالعكس على الكيلية وعندهم تأثير على القلب لأن البوتاسيوم كينزل ولنزلنا البوتاسيوم راي تقدر تأدي حتى المامك فما نكونوش مهورين حتش أنا لحت في زفد الناس تقولك وانا غايم نفوخ نمشي عند الفرماسي وتعطيني لديوغيتيك باش نتبول الأدوية اللي كتبول رايش شوية صعيبة وما ناخدوهاش غير هكا عفوية زي ما غير من راسنا خصت تكون هديك نخليوا الحالات المرادية صعبة لناس اللي عندهم القلب أو الكلي أو الكابيد إلى آخره هديك آه إما غير لغيتونسيون دو عادية حت كين اللي كي ياخد غير لغيتونسيون دو عادية كيمشي ياخد لديوغيتيك وديمسألة خطيرة وخطيرة جدا لأنه غادي يكون بوحد حاجة اللي هي سهلة وغادي يقدر يولي عنده قصور في الكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة